والآن تعالوا نعود إلى أهم ملامح طفولة صدام حسين في شبابه وصولا إلى السلطة المطلقة حين كبرنا قليلا صرنا نسافر معا إلى قرية العوجة في شهور الصيف فقط حين يعود عدنان من بغداد بزورق صغير ينساب في الذهاب مع مجرى نهر دجلة في رحلة جميلة ساحرة لكن هذه الرحلة في العودة تصبح مهمة شاقة ثقيلة وكريهة يحاول كل من التأرب منها إذ كان علينا سحب الزورق عكس تيار الماء بجهد جهيد مسافة عشرة كيلومترات وكنا نتناوب على سحبه بالتساوي إن سيدة صبحة الفاح والدة صدام زوجة فاضلة ريفية بمقاييس التقاليد القروية والعشائرية المتزمدة وكان زوجها إبراهيم الحسن فلاحا بسيطا يعمل أجيرا لدى خرلة الفاح شقيق زوجته الذي استولى على أرض في العوجة ونصب فيها مضخة ماء ليقوم صهره وزوجته وأولادهما بزراعتها بالخضروات العادية البسيطة التي كانت تصدر إلى مدينة تكريت أما دار إبراهيم الحسن في العوجة فلم تكن دارا كما تعرف الدور فهي غرفة واحدة لكل احتياجات الأسرة فهي غرفة النوم والطعام والضيوف وفي الليل وكنا في فصل الصيف طبعا ننام على حصيرة خارج المنزل صدام وعدنان وأنا والصغير سبعة وإبراهيم الحسن لقد كان الأمر الذي لم أفهمه من تلك الزيارات هو نفور إبراهيم الحسن من ابن زوجته سبعة كان يتلقى أنا عدنان وأنا ببشاشة وود كبيرين لكنه لم يكن يمنح صدام شيئا من تلك البشاشة وربما كان هذا هو السبب الذي دفع بالأخير إلى الهجرة إلى تكريت للسكن في منزل خاله خير الله في تكريت في فصل الصيف ومنزل خالته ليلة الفاع في الشتاء حين يعود خير الله إلى بغداد كانت هوايتنا المفضلة في تلك الرحلات إلى العوجة صيد السمك وكانت أمه صبحة وإبراهيم الحسن أيضا يشجعاننا كثيرا على ذلك لأننا سنوفر للعائلة زادا شهيا لا يتوفر لهم إلا قليلا خصوصا وأن لصدام خبرة مبكرة في تركيب القنابل الخاصة التي ترمى في النهر لتقتل الأسماك التي تطفو على سطح الماء بعد انفجارها فقد كان يشتري العجينة ثم البارود ثم الفتيل ويروح هو بتجميعها وتربيطها وإعدادها للتفجير وكان باعة العجينة والبارود يحذرون الصياد بأن لا يخوض في النهر ويشعل الفتيلة ويلقي القنبلة وذلك لأن انفجارها يلحق ضررا بعصاب الساقين لكنه كان لا يحترم هذه التعليمات بل يخوض في النهر حتى وسطه ثم يشعل الفتيلة ويبقيها في يده ولا يرميها بسرعة وهو ينظر إلينا متحديا ومباهيا بشجاعته وصموه اشتركوا في القناة